كان فيه اجتماع طبعا النهاردة ومؤتمر صحفي ما قبل مباراة منتخب مصر وسيرليون كان فيه حضور لروي فيتوريا المدير الفن لمنتخب مصر وأحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك ولعب منتخب مصر نشوف تصريحات روي فيتوريا ما قبل هذه المباراة روي فيتوريا قال أرفض التعليق على قراري باستبعاد سلاس المنتخب طريق حامد وأمام عشور وحسين الشحات من المعسكر قبل الصفر للايبيريا اتحاد الكرة أصدر بيانا حول الوقع وانتهى الأمر لا نفكر سوى في مواجهة سيرليون ولدينا الكفاءة اللازمة لخوض المباراة قطعنا رحلة طويلة من مصر إلى لايبيريا لكننا كنا نعلم مشقة الصفر وإعدادنا أنفسنا لهذا بشكل جيد قال كمان عندنا لايبون قادرون على خوض اللقاءات تحت أي ظروف طبعا كانت رحلة صفر لمدة 8 ساعات متواصلة كانت رحلة طويلة بعض الشيء نروح ليه تصريحات أحمد مصطفى زيز ونجم ناد الزمالك ونجم المنتخب المصري اللي قال المنتخب جاهز لمباراة بكرة أمام سيرليون في الجولة الثانية من تصفيات المونديال سعيد أن أكون جزءا من المنتخب الوطني وأمثل بلادي في التصفيات قال كمان أن الجيل الحالي للمنتخب يحاول بناء شخصية جديدة تبنى على الفوز والانتصار قال كمان لا فرق لديه في تواجدي أو تواجد غيري من اللاعبين من يحمل قميص منتخب مصر لديه كل الدوافع لتقديم المستوى الذي يليق باسم المنتخب وجمهوره الكبير